أغلقت كوادر الرقبة والتفتيش في المؤسسة العامة للغداء والدواء مدرية الغداء مصنعا للألبان في العاصمة عمان وأتلفت كمية من منتجات الألبان المخشوشة بعد ضبطها لديه قدرت بنحو 17500 طن على مدار ساعة الفجر الماضية محبطة بذلك عملية توزيعها إلى الأسواق ووصولها إلى المواطنين وقل مدير عام المؤسسة نزار مهدات إن منتجات الألبان المخشوشة التي تم التعامل معها ضمن عملية رقبية استباقية ونوعية تم تصنيعها من مدخلات إنتاج دهنية غير مسموحة الاستخدام وبما لا يطابق القاعدة الفنية الأردنية التي تشترط خلوها من الدهون التي ليست من أصل المنتج وضيفا أنها تحمل ضمن بطاقة البيان المتلعب بها أسماء مصانع ألبان وهمية شكرا